فالدرسة سوف نرى مهمة لكي تسمى البايندينغ وهو مطاش لكم هذا الكنفوجن مع البايند ماتد الجارا سكيبت اوكي انا كان هنا مع البيجينرز ولحد الناس اللي يدفلو بجارا سكيبت بايندين هنا سوف نحاول نشرح واحد الكونسابت اللي هو قريبا ما يقدر يكون عنده علاقة الكمبيوتر ساينس لان هذا الكونسابت اكزيز ديجا ولكن احنا هنا سوف نحضر عليه والعلاقة دياله مع جارا سكيبت اوكي نبدأ فضل كذلك اشنو اندي هنا عندي واحد المماري ادرس بالزارة اوكي ادرس عندي واحد وعددي واحد فاليو اثنت격 Tambror تقربا هدئيدي فى ما رأنتي نشوفو الكوود اللي عندي عندي دي let number equals 12 ما تفوكاليزو يEverything قريبا على الount لانه هو 1 هو وحد لديوا لجارا سكريبت x Six بايندار هندو وحد العلاقة خاصة بهادي الهتم بايندينغ مزيان لذلك let number equal 12 كيف يعني؟ يعني binding لذلك لماذا؟ لأن جارسكريبت غير يجب أن يتبقى keep track of the states يعني يجب أن يكون لديه واحد يعني يكون عاقل للميموري يكون عاقل هو على واحد لانصم دائما وعندهم values لذلك يجب أن يكون لديه لذلك نظر الجارسكريبت يعني يجب أن يكون لديه أي الموكرة يكون لديه واحد للأراضي لذلك هذا يسمى bindings لذلك يجب أن نضع بإمكانها لذلك نضع بإمكانها واحد الidentifier وكاللنكي للميموري أصدقنا للميموري ليس لديه لديه فرق ما بين نضع للميمور أو أعطينا للميمور وكيف يكون فرق ما بين نضع للميموري ولميموري هنا غير كبير واحد لللميمور لا يوجد للميموري وهو number وهد الميموري وماذا هو الذي تحدد هذا شيء لديه let keyword لأنه من الآن استعملنا let keyword وستعملنا number identifier وستطيناه للميموري ويجب أن نضع للميموري هنا نقول للميموري وإذا نقول لجارة سكيب سوف نقري واحد البايندين هنا للميموري للميموري وغادي ليه للميموري من بعد نعطيه واحد الوالول اللي هي 12 وكي من جيد اخذنا غير واحد الفينيشن سامبل لذلك variable declaration كتتكبر في بايندين وهدي الlet keyword كي حدد بزر دياله لهاد البايندين لانكي فكتغدي تصرف معه الانتربيتر اللي هو جاراسكرتش اوكي عندي واحد الكود هنا يوحد آخر ليه واحد function get number وغادي نشوف functions كيفاش كيف يفنكسونه في لسن جيين وعندي لذي الـ واحدة لداخل الداخل أول حاجة غير أدخل الـ لذلك لنجد واحد let number equal to 12 والتانية وسط واحد condition وسط واحد stage مثل هي if true وعندي let number equal to 77 لذلك لدي جوج variable numbers هنا تقصص log number إذا أردنا أن أعرف شيء سأعطيني undefined لا يوجد أصلاً لا يوجد أصلاً let number لا يوجد أصلاً لا يوجد أصلاً لأن هذا البايندين ليس هذا البايندين جيداً لذلك نرى هنا عندي الidentifier الأول اللي هو كرينا به البايند اللي أولينا هو واحد الميموري آدرس اللي هو هذا لذلك number هذه ماشي هي number هذه لذلك ماشي في حال في حال كل واحدة ملية واحد الميموري آدرس لذلك ماشي في حال في حال رأي قدر أن أقول لك بأن الidentifier رأي is the same ولكن هنا نرى two different declaration وكل واحدة is bound bound يعني هنا in English يعني يلصقناها في حال الميموري آدرس هذا هو الغول يعني يحدد rules يعني كيفاش غادي بقى عنده the keep track يعني كيفاش غا يبقى عاقل هو the states كاملين وال values أوكي كرينا هذا البايند وكرينا هذا اللينك رأي نشوفوا هنا أشنا هو binding وكيفاش نكريوه أول حاجة كيكون كيف ما سمينها I'm defining here a binding واحد يعني أنا هنا كنحدد javascript بأنني بغيت ندفني واحد البايندين ولا كنت قدر تسمي variable declaration مغيباش من تسمي هاد الترم تعرفوا للصالح let keyword هو الكيوورد اللي كيحدد javascript on-evo javascript interpreter بأنه شوف هذا راه binding ومين أنا خدمش بهد let keyword كتقول لكم كورا كين بزار دي الفوز لغيت أبليكو هاد البايندين خاصو name لونك number بنسبالينا هو name of the binding من غنبريون بشيو اللي لوحد الميموري أدرس خاصنا واحد نيم باش يبقى عقل اللي javascript لأنه نحنا ميبكنش هو غير يبقى عقل على الميموري أدرس خاصو واحد نيم يعني كم كوي لالقادك نيم تشاني او نيفو ديال البروغرام ديالك يشوفو كيفاش bound وفي اللاسق كم كوي باش ميكونوش دي كونفلي او نيفو ديال البروغرام ديالك هاد الشي راه تو ديب وشوية غدي بيلكم وغيبين اتكون لديكم حالي confusion ولكن ارى هادا درس اللي ديجي مهم بسف وغتتحه بسف ديالك وغتتلقوا بان هاد البايندين وهاد الكيبود غتقرعوه بسف اوكي لونك هاد ال equal sign هاد ال equal sign لاندو واحد اللغول كنشدو كن اسيني واحد ال value اللي هي هاد number كما شفناه هنا value of the binding لونك هاد ال equal sign اما كي اسيني واحد ال value للابايندين اما كي ديكونيكت ال value اللي ديجي اكسيست وكي أعطيها value واحد اخر اوكي لونك هنو عدنك ما قلت لكم ذلك ال equal sign اما كي أعطيه واحد ال value كي أسيني واحد ال value لهذا البايند اللي هو number اما كي ديكونيكتها فهذا الكه شنو طاق ارى نبدو من له لونك ال equal sign هنو دار هنا equal sign cd disconnect the current value يعني ديكونيكتها ال value اللي كان ديجي اللي هي 12 ديكونيكتها a point to a new value a pointer على value جديد لون كري واحد البايندين واحد اخر يعني واحد اللي يزن واحد اخر وعطيها ك value لهي بعورين هادشي اللي كاني ماشي غير حين تكرييت واحد البايندين اردك ال value ديالو كتبقى عنده ديمة لا تقدر تدكونيكتها وتكونيكت لها value واحد اخر وهذا هو اللي غول للبايندينكتها اوكي انفو فال variable declaration هنو اللي اللي كتسمى بانا رقلنا شوف كريه لي واحد الidentifier اللي هو البايندين نيم واسيني ليه واحد ال value ولا كونك ديال واحد ال value في واحد specific memory address انفو كنشدو هاد ال creation انفو كنكريو هاد الكود اللي هو اللي كتشوفو هادنا هنا يا هادك البايندينكتشنو كيولي كيولي expression واللي ما عرفني شعلاش كان هدرشن اولي ديفرنسو بين expression و statement اقدر جعل لسن ديال expression و statement وياخد واحد ال basic idea له هاد شي كامل مزيان دونك نمبر ايشنو هلت هنا نمبر ايشنو هلت هنه نمبر ايشنو هلت 12 دونك 12 times 2 هي 24 دونك ايشنو هلت expression دونك خدينا هنه اهنا رقل واحد ال basic idea له البايندينكتشنو لغول ديالهم انا هنه يا غير بغيت نعطيكم واحد للمدخل رئيسي باش عرفو كهدلو ترم مكيتسامل غير كنشدو من كامره وليه واحد الidentifier لو حد تشنكو نيفو ديال الممموري address وغد نشوفوا some examples ديال كيفاش نقدروا نكريو bindings اللي هما variable names ولا identifiers وشنا هما ليكا وشنا هو السانتكس اللي نقدروا نستعمل اوكي نبدو الكودينك اجي نشوفوا هنا كيفاش نقدروا نكريو ديالك البايندين نيمز بالنسبة لينا الحويج اللي نقدروا نكريو بيهم البايندينكز ديالنا هما numbers dollar sign or underscore والحويج لما نقدرش نخدمو بيهم هما or course ولا اي special character اجي نشوفوا هاد شي منسبة لي انا نكريو وحدة البايندين اللي هو number وغد نعطيه وحدة value اللي هي 12 مزيان هاد هاد الكيوورد هو اللي حددت تبيه البروغرام ديالي اللي بينا نكريو وحدة البايندين هاد هو name ديال البايندين هاد ال equal sign باش ناسيني البايندين وحدة ال value وهد هي ال value دياله مزيان هنا عندي كيف ما اكتلكم نقدر نخدم ب numbers يعني في ال binding name ديالي نقدر نخدم بنمبرس بلغت شي مشكي لون هنا يديباكر ما غدش يعطيني تاني حاجة dollar sign وال underscore يعني إلي جيش هنا يا قا ودرج dollar sign ولا درج underscore ما عنديش اشي مشكيل بار كونطر إلي جيش هنا مثلا ندرج هاد كتير بسيس وغد نصوفقار ديالي ريقوليه syntax error and expect the token اللي كاني بأنه را عندي مشكلة ديال اونيو ديال هاد البايندين نيم كمكوة را ساملت وحد special character دونك هادا تهو كي تتعبر بأنه special character تاني حاجة ما نقدرش انا نخدم بspecial characters تاني حاجة ما نقدرش اما نديرو هاد special character مثلا ندير هاد الكوت كيف ماشي تاني اعتابة بأنه three constant يعني قليكم كوة ما مكملتيش ما قديمة تفاديو هاد special characters ولا هاد الكوت ولا single code لأنه ما غد يشكلو لكم مشكلة اونيو ديال البايندين نيم تالت حاجة كيف مقلنا reserved words مثلا ناخدوا وحد ال reserved word وفحل class class وكتش أتعبر وحد وكتش أتخذ به باش هو كتش أتعبر وحد syntax sugar وكوارة بغاوزي ديال object oriented programming في javascript يعني هاد الكلاس keyword reserved word ميمكنش تساملو مثلا extents و type of هادوا reserved words ديالجavascript ميمكنش نكريو بهم هاد البايندين نيمدين يعني ان فواردي تخدم بيها غيقولك unexpected keywords type of دونك باش نديرو حد سامريل هاد شي كامل ديما إلا بغيتك كريل variable ديالج هي فيتي هاد جو special characters or reserved words وخذهم باللي بغيتي وكريل binding names ديالج بأي طريقة بغيتي موسيقى 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 موسيقى